خسائر الجزائر الاقتصادية الناتجة عن الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات تجاوزت الخمسة ملايير ونصف المليار دولار من سنة 2004 إلى غاية السنة الماضية بينما بلغ معدل النفقات اليومية الموجهة للتصدي للكوارث 225 مليون دولار سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية الجزائر اليوم لها استراتيجية جديدة للحد من المخاطر الكبرى لسيام الزلازل وهذا عبر وضع كما قلت خطة عمل التي استخرجت من دروس المستسقات من الفترة السابقة كذلك تحديد طرق التمويل لهذه المخاطر كيفية الوقاية منها وكيفية التدخل فيها وكذلك النقطة المهمة هي التوافق مع الأطر العالمية وخاصة إطار سنداي وبالنسبة لمساكن عدل فهي مطابقة للمعايير المتعلقة بالسلامة والوقاية من أخطار الزلازل حيث ترعى فيها كل المعايير والتدبير الخاصة لجعلها آمنة ومقاومة للزلازل كما ينص عليه قانون التعمير أنا نأكد بأن كل الإمارات وكل السكنات ما غير مسموح لنا الذي نقدره نبدأ في الأشغال هذه وكان ما تكون فيها الختم بيأكد أن هذه السكنات معمولة بالنسبة للأربيا وهو مضاد للزلازل توثيق العمل بين الأكاديميين والسياسيين لاتخاذ قرارات علمية واعية بالمخاطر حسب ما ينص عليه إطار سنداي للحد من الكوارث هو ما تدعو إليه الأمم المتحدة هنا مثلا دور مكتبنا هو دعم الجزائر والدول العربية في تنفيذ إطار سنداي للحد مخاطر الكوارث من خلال زيادة قدراتها ممكن من خلال برامج لدعم القدرات وأيضا من خلال التنسيق بين الدول مراجعة النظام الجزائري للقوانين والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال من شأنه رفع مستوى تأمين المنشآت والهياكيلي القاعدية